أنتيكواجيولاندراكز الأدوية المانعة للتخثر هي أدوية مضادة للتخثر تساعد على منع تجلط الدم حيث يتم إعطاؤها للأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بالجلطات لتقليل فرص الإصابة بحالات خطيرة مثل السكتات الدماغية والنوبات القلبية تعمل مضادات التخثر هذه من خلال إيقاف تشكيل الجلطات الدموية وتسمى هذه المضادات أحياناً بالأدوية المميعة للدم تتضمن أمثلة الحالات التي يمكن فيها استخدام مضادات التخثر ما يلي الانسداد الرئوي احتشاء عضلة القلب السكتة الدماغية الذبحة الصدرية غير المستقرة أنواع الأدوية يعد الورفرين أكثر مضادات التخثر شيوعاً التي يصفها الأطباء كما تتوفر أنواع حديثة مضادة للتخثر ويزداد انتشارها تدريجياً وهي تشتمل على يستعمل الورفرين والبدائل الحديثة على شكل أقراص أو كابسولات كما يتوفر مضاد تخثر أيضاً يسمى هبارين يمكن استعماله حقناً هناك أثار جانبية مرتبطة باستخدام الأدوية المضادة للتخثر وقد يكون بعضها خطيراً ومن هذه الآثار زيادة الكدمات لون البول الأحمر أو الوردي نزيف أكثر من المعتاد خلال فترة الحيض أصابع أرجوانية آلم أو تغير في دراجة الحرارة أشعر بآلم شديد ومفاجئ في الظهر الوقاية يجب على الشخص الذي يستعمل الأدوية المضادة للتخثر أن يلتزم دائماً بإرشادات الطبيب وفيما يلي بعض الأمور الرئيسية التي ينبغي مراعاتها خلال فترة استعمال مضادات التخثر أثناء الحمل ينبغي أن لا تستعمل الحامل الورفرين لأنه قد يؤثر في الجنين حيث أنه قد يسبب تشوهات خلقية أو نزفاً شديداً من المشيمة أو من الجنين يستعمل الورفرين في الثلث الثاني من الحمل أحياناً ولكن ينبغي أن لا يستعمل إطلاقاً خلال الثلث الأول منه كما يجب تفادي استعماله في الثلث الثالث من الحمل تفادي الإصابات قد يؤدي استعمال الأدوية المضادة للتخثر إلى جعل الشخص أكثر عرضة لحدوث النزف عند الإصابة لذلك ينبغي محاولة تفادي الإصابات الصغيرة والجروح والخدوش من خلال الحذر عند تفريش الأسنان والحلاقة ومراعات استعمال فرشات أسنان ناعمة وآلة حلاقة كهربائية استعمال وسيلة حماية عند القيام بالأعمال الزراعية واستعمال مادة طاردة للحشرات لتفادي لدغات أو لسعات الحشرات المحافظة على الوزن الصحي يعد اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن يتضمن الكثير من الفواكه والخضروات من الأمور الضرورية التي ينبغي أن يلتزم بها من يستعمل مضادات التخثر